الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صغئ وذل قامة ومقاما ما قدموا إلا افتراءات وما عبدوا سوى الأهواء والأوهاما وجميع ما قالوا ضلال كله قد فوروه لغيرهم إسلاما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعون بإحسان اليوم الدين أما بعد أهل ونساهم ورحمة بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعان وإياكم في هذه الساعة المبركة على طاعته أي اجمعان وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق وبعد أحبابي الكرام لأن الله سبحانه وتعالى يعلم مدى أهمية الحجاب في حياة المجتمعات لأن الحجاب بالنسبة للمجتمع عبارة عن حصن حصين متى وجد هذا الحصن بفضل الله أمن هذا المجتمع بما فيه بفضل الله عز وجل من الرذيلة ومن الخطايا ومن الآثام المتعلقة بالناس في هذا الوقت لذا سبحان الله نجد كل الشرائع كل الشرائع السماوية اتفقت على فرضية الحجاب على المرأة اليهود بنراهم بيرتدوا الحجاب النصارى بنراهم يرتدوا الحجاب وكذا أيضا المسلمين بنراهم يرتدوا الحجاب أنا أقصد طبعا من اليهودية والنصرانية والإسلام اللي متمسك بالتعاليم الشرائع وإلا لما أوروبا كلها أصلا لما خرجت عن تعاليم النصرانية طبعا خلعت الحجاب وخلعت ما أمر الله سبحانه وتعالى به النصارى في كتبهم إنما حقيقة سم لو رحنا مثلا للنصارى عند أي حد من النصارى الموجودين في مصر مثلا حد جاري من النصارى أو كده لو رحت أول حاجة بلقي ما علاها عنده هي صورة العذراء مريم ولو دقائنا في الصورة نرى إن مريم اللي هي عندهم أم الرب أم السيد المسيح اللي هي عندنا واحدة من أفضل أربعة نساء في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كامل من رجال كثير ولم يكن من نساء إلى أربع منهم مريم نراها محجبة ولو نظرنا عند اليهود في معبدهم أو في كنائسهم نجد أيضا إن اليهود نساءهم محجبات بل بنرى نساءهم منتقبات عند اليهود أيضا ده في ذاته يوضح لنا إن ربنا عز وجل أمر الشرائع السماوية كلها بوجوب الحجاب بوجوب الحجاب تعالوا مع بعض هستأذن كده أخونا معتز أخونا حد فوزي ربنا يا رب يحفظه في الكترول يعرضوا لنا كده بعض الصور اللي تؤكد لنا هذا المعنى إن ربنا عز وجل أمر كل الشرائع السماوية إن هي تلبس الحجاب بالنسبة للنساء أمر نساء في كل الشرائع السماوية إن هي تلبس حجاب يريد كده أن أعرض بعض الصور يا أخونا معتز ربنا أحفظك هذه صورة على فكرة اليهود النقاب مش حجابه بس مش تغطيت شعره يعني طبع إن أنا أغطي الشعره بس لا ده نقاب موجود عند اليهود لأن الله أمر موسى بهذا إنه يلبس نساء أميته هذا الثياب الصورة اللي بعدها بعد إذنك وقادي صورة تانية برضو الحجاب الكامل الحجاب الكامل عند اليهود صورة تالتة نفس الكلام عند اليهود نفس الحجاب والزي الأسود موجود عند اليهود الصورة اللي بعدها دي في النمسا الصورة دي في النمسا والمتغطية كاملة دي دي زوجة إمبراطور النمسا سنة 1916 ويمكن أخونا الشيخ أمين أنصاري ربنا يا رب يحفظه وشيخنا عرض الفيديو ده لزوجة إمبراطور النمسا 1915 في جنازة من الجنازات وهي واخدى الزي الكامل محتشمة لحظوا معايا الزي أصمر واسع فضفاض ما بيجسدش دي في أوروبا النصرانية سنة 1915 قبل ما تخرج عن تعليم الدين الصورة اللي بعدها ودي صورة عدل النصارى واخدين بالنا ما شاء الله الحجاب الكامل الواسع اللي مش شفاف اللي مش ديق زي ما احنا شايفين الراهبات الصورة اللي بعدها هي دي بقى المشكلة اللي دايما بتقابلنا هي دي دايما المشكلة اللي بتقابلنا أقصى صورة على اليمين دول يهود ده حجاب يهودي الصورة اللي وتقال عليه ان دي حضارة يعني تقال هنا حضارة الصورة اللي في النص ده دول النصارى الراهبات النصارى النصرانيات وهم برضو لابسين الحجاب إنما أول ما جاء عند المسلمين يبقى راجعية وتخلف وتعصب وكذا وكذا سبحان الله رغم إن الحجاب واحد رغم إن الحجاب واحد رغم إن اللون واحد رغم إن سبحان الله الصورة بتاعت اليهود اللي في الأول خالص واحدة منتقبة وفي الأخر دي واحدة مسلمة برضو منتقبة سواد هنا وسواد هنا واسع هنا واسع هنا ده بيدلنا كلنا إن الشرائع بتاعت ربنا كلها اللي نزلت على كل الأنبياء كانت جاية بالحجاب اشمعنا الصورة الأولى والتانية بقت حضارة واحترام وأدب وكذا وجينا عند المسلمين بقت تخلوا في الرجعية زي ما العلمانيين في زماننا بيقولوا الصورة اللي بعدها ده نفس الكلام لليهود وهم عند معابدهم والصورة يمكن جزء منها ما ظهرش اللي هي متعلق بالنساء ناخد اللي بعدها هل يترى النهاردة ده بابا النصارى في مصر وبصوا الصورة ياريت ده أقو بس كل اللي وراه من الراهبات النصارى هل حد من إعلامي مصر يستطيع أنه يطلع يعني يهاجم الحجاب زي ما يهاجبه حجاب المسلمين شايفين المنظر عامل إزاي لبس السواد إزاي اللي نازل من فوق من على الرأس يدنين عليهن من جلابي بهن يعني سبحان الله بين قوي يعني بين قوي لأن الشريعة واحدة الشراعي قوي كانت متعددة إلا أن الدين واحد المشرع واحد اللي شرع هو ربنا سبحانه وتعالى هل يترى إعلامي مصر يقدروا أن أتحداهم أن حد منهم يطلع يتكلم على المنظر ده ويقولوا عنه تخلف وراجعيه زي ما بيقولوا على حجاب المرأة المسلمة يقولوا إحنا عايزين نحارب الحجاب بتاع الراهبات زي ما هما بيقولوا عايزين نحارب الحجاب في مصر بتاع المسلمات هل يترى حد فيهم يقدر يتكلم على صورة زي دي لا 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 ده أدب واحترام وإخواننا وجزامهم فوق دماغنا زي ما بيقولوا دايما السؤال الآن ليه ده ليه ده يبقى احترام وحضارة وأدب وكل واحد ويتمسك بدينه ولما المرأة المسلمة تتمسك بدينها الدنيا كلها تقوم ليه هو ده اللي أنا عايز أسأل هؤلاء العاملين هذا السؤال ليه النهاردة الصورة دي محدش فيكم يجروا أن يتكلم وإذا جروا أن يتكلم ليتكلم إلا بكل أدب وكل احترام هي دي الحضارة هو ده الأدب شفتوا مسكين بدينهم إزاي ولما المرأة المسلمة تتمسك بدينها في حجابها يتتقلب الدنيا صورة اللي بعدها داخل الكنائس الحجاب والنقاب والسواد داخل الكنائس واضح جدا مجموعة من الراهبات بعدها واحدة منهم وقفة هناك هاي في الآخر خالص بتتلو مثلا الإنجيل وبتقرأ وسبحان الله وعلى فكر ما فيش بينهم راجل ستات فبعض واخدين الحجاب الكامل لحظوا الحجاب الواسع الأصمر اللي بيغطي كل الجسد بعضهم منتقبات وبعضهم يعني منزلين حاجة كده على الوش يعني اشمعنا دول ما حدش بيتكلم وإذا حد يتكلم تبقى حضارة ليه طيب نشوف الصورة اللي بعدها راهبة دي بقى لو من ظهر يعني دي لو العلماني شافها في ظهرها تخلف رجعية خيمة بيرجعونها 1400 سنة وراء مش عارف ايه ولو التفتت ووضعت وظهرت قدام هذا العلماني صورة الصليب حضرتك وسيادتك وتحت أمرك ده الأدب والأخلاق والإحترام والتمسك بالدين شايفين يا جماعة حتى النور طالع منه شاء ازاي ده كلامهم والله العظيم هيكون كلامهم كده يعني لو فيه اتنين اتصوروا بظهرهم الراهبة دي الراهبة دي ومعاها واحدة مسلمة اتصوروا من الظهر هيتقال تخلف وراجعية ومش عارف ايه لو التفتت الراهبة الدين والأخلاق والحضارة وكذا 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 ولو التفتت المسلمة هتفضل نفس الكلمات التخلف وراجعية والكلام ده نفس القصة نفس القصة الحجاب عند النصارى مسكين الانجيل وبيقراءوا الانجيل ما فيش رجالة معاهم مسكين واخدين الحجاب كامل واخدين الحجاب كامل صورة اللي بعدها قادي اليهود قادي اليهود صورتين لليهود الصورة اللي فوق الصورة اللي فوق زي الاسلام بالزبط اما الوجه والكفين يا اما النقاب تحت دول يهود على فكرة النقاب اللي تحت ده نقاب يهود على فكرة واغدين بالنا ليه زي ما قلت لكم الشرائع وحدة لأن المشرع واحد لأن الرب واحد اللي نزل الشريعة في التوراة على موسى ونزل الشريعة على عيسى في الإنجيل هو لنزل الشريعة في القرآن على محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم وعلى جميع أنبياء الله صلواته ربي وسلامه وعليهم أجمعين قادي اليهود الصورة اللي بعدها قادي اليهود رفعين العالم بتاعهم وأولادهم الصغيرين الكل محجبة مش زي موزير التعليم طلع بيقول مفيش حاجة اسمها بنات محجبات يخشوا عندنا المدارس وزي ما للأسف عميد كلية تمريد في المنصورة نزل قرار مفيش منتقبة ولا حتى حجاب طويل يبقى حتة قماشة كده وتخش من جوه طب ما هم اليهود هم بيعلموا أولادهم الارتباط بالدين بيعلموا من حجاب منهما صغيرين ايه المشكلة في كده ورفعين العالم حسين بهويتهم وحسين بدينهم ليه مش عايزين يحسسوا المرأة المسلمة بهويتها وبدينها وبأخلاقها ليه يعني الصورة اللي بعدها دي الصورة الأولية اللي كانت معنا لليهود منتقبة شكرا لك يا معتز جزاكم الله خيرا السؤال الآن هو ايه القسم المشترك الآن القسم المشترك اللي موجود عند اليهودية وموجود عند النصرانية وموجود في الإسلام أن الله سبحانه وتعالى الذي شرع لليهود وشرع للنصارى وشرع للمسلمين أمرهم بأمر واحد وهو الحجاب أرجو أن العلمانيين في مصر ينظروا لمثل هذه الصور قبل أن يتكلموا يكون عندهم شوية انصاف قبل ما تهاجم المسلمة عايز تهاجم هاجم غير المسلمة هاجم فلانا أو فلانا فهاجم اليهود أو النصارى أو المسلمين ده أنت لو عايز تهاجم إنما سبحان الله أسد علي وفي الحروب نعامة تيجي عند المسلمة ويبقى صوتك قد كده سخرية واستهزاء وغير ذلك إنما عند اليهود والنصارى تحط رأسك في الأرض لأن دول أسيادك دول أسياد العلماني يحط رأسه في الأرض ما يقدرش يفتح بقه أما اللي يعني مين اللي هي تعالوا مع بعض نشوف فيديو إحنا شفنا الحلقة اللي فاتت هنعيده تاني عشان أقول لكم إن حالي نتعامل مع مجموعة من الناس والله ليس سبا لأن تعرفين كهاز جدا أنا أكره هذا ودايما أدعو بفضل الله عز وجل شبابنا إنهم يتمسكوا بالأدب ولكن هذا هو التوصيف العلمي لأمثال هؤلاء لا عندهم أدلة من القرآن ولا أدلة من السنة ولو قرأوا القرآن بيغلطوا في الآية الواحدة عشر خمساشر مرة وعندهم مش عايز أقول جهل قلة علم متنهية ومع ذلك وتعصب وتذمت وتشدد وكذب وافتراء غير طبيعي تعالوا مع بعض أفرقكم بس الفيديو بتاع أستاذة إقبال بركة اللي بتقول هي حجت وما لبسيبتش الحجاب وبعد كده حجت ولبسة الحجاب وبعد كده تعالوا نشوف التخبط لأن ربنا عز وجل بيقول لنا سبحان الله ولو كان من عند غير الله لو يجدوا فيه اختلافا كثيرا لأن كلامهم لا يرتبط بقرآن والسنة تجد الاختلاف والتناقض والتضارب نشوف أول فيديو معنا ونجعلك تاني سؤال ستقولين للوقت أنه ليس لك علاقة في الموضوع ولكن علي أن أسأل السؤال لأنهي هذه الحلقة كيف تمارسين إسلامك اليوم كيف تمارسين إسلامك اليوم الله أنا أمارسه أنا عنف نفسي الصدقات موجودة الحمد لله الزكا موجودة الحمد لله صلاة الصوم الحج أنا أديت فريدة الحج كل الحاجات دي أنا أمارسها وليس من حق أحد أن يسائلني لبست الحجاب إحنا دين عظيم لبست إبتديت الحجاب أنت بهذا طبعا طبعا ازاي. هاو ده انا ده العرف هناك. لكن العرف. حاجتي من غير حجاب. لا ما ليه. حاجتي من غير حجاب. ازاي حاجت حاجتي خاجتي. لا لا محاجتش من غير حجاب. اهو حاجتك قلت. انا لبست كل زي اللي كان مفترض هذا. شكرا للي. انا عايز اقول لحضرتك حاجة. انت في في وجود يعني في حضرة الاله سبحانه وتعالى. غير حضرة البشر. انا أتعبد أتحجب وكل حاجة وأخضع تماماً لإني واجه ربي سبحانه وتعالى لكن المواجه الزميلي للمواجه حد هنا في الشارع الله عليك يا أستاذة إقبال وإنتي اطلق بطي واضطربطي وغلطي وده علشان للأسف أنت خلفت فطرتك وخلفت دينك سبحان الله في آخر الفيديو بتقول أنا لازم ألبس الزي المفترض ده أنت دلوقتي قلت أنه مفترض وقلت لازم وأنا وقف قدام ربنا سبحانه وتعالى لازم ألبس ده وقلت كمان لأن العرف بيؤمر بدا وبعد كده رجعت تقولي أنا لازم أشن الحرب على الحجاب حضرتك بتقولي إحنا ديننا جميل بيقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولكن حضرتك لما حد سألك وقالك لو بنتك لبسة الحجاب هتعمل إيه قلت يا تطب الرأيي في إيه تقولي أن الزي ده المفترض وفي إيه تقولي أن الزي ده هو العرف في إيه تقولي أنه لازم ألاقف قدام ربنا أعمل كده كنت عايز أسأل حضرتك السؤال هو ربنا سبحانه وتعالى بيبقى بس معاك في الصلاة ولا معاك في كل وقت لو كنت حقيقة لبساه علشان بس الصلاة فخلاص بعد الصلاة إذا كان ربنا معاك في الصلاة بس فخلاص البسي وعطي الصلاة بس إذا كان ده إيمانك أن ربنا مش معاك بس إلا في وقت الصلاة أما إذا كنت حضرتك بتؤمني أن ربنا عز وجل معاك في كل زمان وفي كل مكان فلازم تلبس الحجاب ده الأنموذج اللي احنا دايما بنتكلم عليه الأنموذج اللي ما بيتحط قدام فطرته سبحان الله أحد الشباب كان لسه بيوريني الصورة من قيمة كام يوم إن في تمثيل أطفال صغيرين في حديقة في أوروبا فجات بنت صغيرة وصورة مشهورة جدا على الفيس جات بنت صغيرة أعزاكم الله واخدى الحفاظة اللي هي البنبرز دي واخدى الحفاظة وبتلبس الطفل الصغير حياء لإن ما ينفعش طفل صغير يبقى وقف عريان هو تمثال تمثال لطفل صغير عريان فجابت الحفاظة عايزة تغطيه لإن دي فطرة البنت فطرة تانية في صورة كانت رهيبة جدا إن بنت شوية هوا جمع عليها ويرفعوا الفستان فالبنت اتكسفت اتكسفت نزله الفستان بسرعة بنت صغيرة اللي اتكاد في كتير من الأوقات أمثال هؤلاء البنات فطرهم السليمة أفضل بكتير جدا من صور كثير من الإعلاميين اللي بنشوفهم ليه النهار اللي دايماً بيقولولنا مش حاجة اسمها حجاب ومفيش أدلة اسمها حجاب وفيش كذا ومفيش كذا أكتر حاجة بنأكد عليها إن هم بيتكلموا بدون علم وبيتكلموا بجهل بيتكلموا بهوى بس مش أكتر ليه عايزين البنت ليه بيتقيموا البنت في جسده بس ليه تقيموها في جسده بس قيموا البنت بعقلها وقيموا البنت بفكرها ما تقيموش البنت بجسمها النهاردة البنت اللي تقلع بقت بنت كويسة اللي تكشف شعرها وتكشف جسمها يبقى بنت كويسة ليه؟ لأن أنتوا أصلاً اتربيتوا على تقييم البنت أن هي عبارة عن جسد وبس ويوم ما تغطي خلاص أهملتوها حتى وإن كانت من أعلم علماء الأرض لو كانت دكتورة ما شاء الله متميزة جداً في مجالها تهملوها لأن أنتوا لم تتعاملوا مع المرأة في كونها عقل وعاطفة وأخلاق إنما تعملتوا مع البنت بيكون منتوا جسدها علشان كده في احتفالاتكم بتكرموا اللي قالعت أكتر بتكرموا الراقصات وتكرموا العياذ بالله يعني أسوأ الناس خلقاً وأكثر الناس تعرياً بالنسبة لكم اللي بتكتبوا عليها بطلة الفيلم أكتر واحدة قالعت في الفيلم وأكتر واحدة قامت بعمل إغراء أكتر في الأفلام بتكرموا المغنيات اللي أكثرهم بيتعروا كل ما بتتعر أكتر بتعرف نظركم أكتر وبتاخد جوائز أكتر وأكتر لأن أنتوا بتقيموا البنت على جسمها على جسدها وبس إنما إحنا دينا إسلامنا قيم البنت بعقلها وبفكرها وبأخلاقها وبدينها تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده ونرجع لكم تاني وحنا كنا مش متدينين في مصر وفش الدين قبل انتشار ظاهرة الحجاب في السبعينيات وما بعدها وبقى ده علامة الدين يا حول الله يا رب لو دين شكله مصر كان موضوع خلص كان زمانيا دلوقتي اليابان من التسعين في مصريات محجرات تقدمت مصر؟ ارتفعت رايات مصر؟ إيه ده؟ فيه إيه؟ هكلمكم عن جهاز التنفسي لأن طبعا جهاز التنفسي ده مرتبط بالتنفس طبعا عارفين أنه 10% من طلب المدارس في مصر بيضربوا أنفاس عشان كده هيبه ويبه بالنسبة له الجهاز التنفسي وعايز أتوقف بالفحص والدرس كثيرا على حكاية الحجاب الحاجز في الدرس الجاي في الحصة الجاية وهل الحجاب الحاجز يعادله النقاب الحاجز؟ وهل الحجاب الحاجز شرعا وفقها سليم؟ ولا هو حجاب لوحده وما فيش حجاب حاجز؟ ولا الحاجز دي حاجة ثانية غير الحجاب والنقاب الحاجز؟ لكن إيه العلاقة بين الحجاب الحاجز والنقاب الحاجز؟ ده هنتكلف فيه في الحلقة القادمة في الدرس القادم ترويج من اللحظة الأولى ولعل الزمن يعني أكد ده أنه ما فيش علاقة شرطية بين التطرف وبين الفقر نشوف ناس أغنية ومرتحين وتطرفين وقولوا كلام غبي حمد عطا كمهندس دم كان على الإرهابيين اللي شالوا السلاح والخطات وزي آمن الزواري زي بسبب اللادي النفس هو يكلم على المواطنين حتى الطبعات المصرية كلها هتلاقي التطرف موجود في أغنى الناس وهتلاقيه موجود في أفقر الناس هتلاقي المنقبة موجودة وهي زوجة مليونير وهتلاقيها زوجة عامل بناء يعني فما فيش فكرة التطرف اللي هو حكرة على طبعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا لكم بعد هذا الفصل بعد ما شفنا الفيديو لصوص إبراهيم عيسى اللي بيتبين لنا فيه هو قد إيه كاره للحجاب وقد إيه مبغض للحجاب وقد إيه هو بيتمنى أن يعني ما بقاش فيه حجاب في مصر عشان البنات تبقى عراية عشان يبقى قاعد براحته قد إيه في الفيديو ده بيصخر من الحجاب حجاب حاجز ومش عارف إيه بالأسلوب اللي هو يعني اللي سبحان الله يعني قد إيه سبحان الله يعني بيقول إن الإرهاب والتطرف موجود في كل مكان الحجاب ممكن تلاقي واحدة محجبة مرات مليونير واحدة محجبة من بيئة عادية خالص فده تطرف عنده الحجاب تطرف وإرهاب الحجاب تطرف وإرهاب ولو جبنا له واحدة من الصور اللي إحنا كنا بنشوفها دلوقتي واحدة مثلا راهبة ولبس حجاب فيقول عليها ده دي أمنا والطراب اللي بتمشي عليه فوق دماغنا كالعادة كعادتهم زي ما إحنا شفنا الآن هو قد إيه بيرى إن التخلف الرجعية موجودة في الحجاب وكلام ده حتى أقولك 90% من ستات مصر محجبات إحنا مصر تقدمت مصر لا تتقدم لأن فيها أمثالك وأمثال الطائفة العلمانية اللي لا تسعى أبدا إلا لإفساد الدين أمثال هؤلاء اللي بيغضوا الدين وبيغضوا الحجاب بغض غير طبيعي الحجاب بيعملهم أزمة بيعملهم أزمة لا يشغلنا ذلك إحنا هنكمل إن شاء الله مع بعض بإذن الله تبارك وتعالى أهم ما يتعلق أهم ما يتعلق بأدلة حجاب إحنا في الدرس اللي فات اتكلمنا عن 14 دليل من السنة إحنا لا تتكلمنا عن آيات القرآن خالص هنتكلم عليها النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى أو في الحلقة الجاية هنتكلم النهاردة عن باقي الأدلة المتعلقة بالحجاب علشان نوصل بإذن الله عز وجل من خلال الأدلة لفوق الـ 40-50 دليل قرآن سنة فعل الصحابة رضي الله عنه أجمعين بعد كده نتكلم بقى على أقوال الفقهاء والعلماء وأقوال المفسرين علشان الأسادزة بيقوله أسنا فيش أدلة لم من القرآن ولا من السنة زي ما هيأتي للنقلام الدليل عندنا رقم 15 إحنا خدنا 14 دليل في الحلقة اللي فاتت النهاردة نقضي الدليل 15 حديث أبي هرأي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفاني من أهل النار لم أرهما صنفين من أهل النار إنه بيقول لهم مشوفتهمش ما كانوش موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأن زمن النبي كان زمن عفة زمن النبي كان زمن حجاب فبيقول أنا ما شفتش صنفين دول قال قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها يريد بس نأكد على الحتة دي من كلام النبي لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا يعني إيه بقى نساء كاسيات عاريات علشان نقول إن ده دليل واضح جدا على وجوب الحجاب علشان نقول لأختنا الكريمة الطيبة المؤدبة المؤدبة الخلوقة صاحبة الخلق إحنا عايزين الأدب ده يعلى أكتر وأكتر بلبسك الحجاب إن شاء الله الإمام ابن عبدالبر إمام المالكية في زمنه كان يقول كاسيات عاريات معناها أراد اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف لابسه دوم خفيفة شفافة تصف ولا تستر لابسه شفوم مثلا فدرعها من هنا كله باين فهذا وفيكم ولكن يصف ولا يستر فهن كاسيات بالإسم عاريات في الحقيقة وأم النبي أين مائلات ومميلات الحفظ عبدالبر بيقول مائلات أي مائلات عن الحق مائلات عن الحق مالت عن الحق في اليوم اللي خلفت فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلبس حجاب وأمر ربنا عز وجل طبعا بلبس الحجاب أدي الدليل رقم خمستاشر إن ما ينفعش المرأة المسلمة ما تلبسش الحجاب يقول الإمام ابن العربي رحمة الله عليه الإمام المالكي أيضا يقول من التبرج أن تلبس المرأة ثوبا رقيقا يصفها وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله رب نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات هو طبعا الحديث ورأيته نساء كاسيات عاريات الإمام القرطبي رحمة الله عليه كان بيقول وإنما جعلهن النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات وإنما جعلهن النبي كاسيات لأن الثياب عليهم وإنما وصفهن بأنهن عاريات لأن الثوب إذا رق يصفهن ويبدي محاسنهن وذلك حرام وذلك حرام كلام واضح كلام واضح يبقى للأستاذ بيدعو إليه من خلع الحجاب زي غيره من المدرسة العلمانية اللي كره جدا مسألة الحجاب نقولهم سبحان الله ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدليل رقم 16 عن أبي يزيد المزني رحمه الله قال كان عمر ينهى النساء عن لبس القباطي فقالوا إنه لا يشف بيقولوا لعمر الهدوم دي ما بتشفش المرأة إذا لبستها لن تشف تشف ما تحت هذه الثياب من لحمة وكده فقال فقال إلا يشف فإنه يصف لو ما كانتش الثياب دي بتشف فمشكلتها إن هي بتوصف الجسم بتوصف معالم جسد المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وكان عمر رضي الله عنه كما روي أيضا من طريق أبي صالح قال عمر لا تلبسوا نساءكم القباطي نوع من أنواع الثياب فإنه إلا يشف فإنه يصف مشكلة الثياب دي إن هي لو ما شفتش عن جسد المرأة فهي بتجسد حجم اللحم أما لو عمر كان شاف الستريتشات وكان عمر شاف البضيهات يطرى كان عمر قال إيه الدليل رقم ده كان 17 و 18 16 و 17 الدليل رقم 18 عن نافع رضي الله عنه قال كسى ابن عمر مولا له ذات يوم أي عبد عنده من قباطي مصر فانطلق به فبعث ابن عمر فدعاه قالوا تعالى ما تريد أن تصنع حتى تقولوا ماشي لنا ديت هالك دي هتعمل بها إيه قال أريد أن أجعل منها درعا درعا الدرع لها الجلبية درعا لصاحبتي درعا لزوجتي فقال ابن عمر لا لا إن لم يكن يشف فإنه يصف 18 دليل إلى الآن الدليل رقم 19 وده عندي دليل مهم جدا 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 لابد أن نحن يكون واضح قدام عينينا كلنا هذا الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى دحية ابن خليفة الكلبية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقباطي فأعطاني قبطية أعطاني حتة أماش جياله من الحبشة جياله من مصر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إصدعها صدعين سمها حتسين حت وماشي عندها لك سمها نصين فاقطع أحدهم قميصا لك النص الأولاني خدها قميص لك اعمل بها جلبية لك وأعطي الآخر امرأتك تختمر به ودي النص التاني لمرأتك تختمر به والخمار اللي بينزبنا على الرأس لحد هنا كده واجعل الآخر وأعطي الآخر امرأتك تختمر به قال دحية اللي كان يعني اللي كان جبريل بيأتي في صورته فقال دحية فلما أدبرته قال النبي صلى الله عليه وسلم يا دحية وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها تقول لها تلبس تحته حاجة علشان ما يوصفهاش علشان ما يجسدش جسدها ويوضح المعالم أو المفاتن اللي فيه إلى الآن إلى الآن 18 دليل قرآن سنة فعل الصحابة رضوان الله عليهم على مسألة الحجاب اللي الناس دي تقول لهم فيش حاجة اسمها حجاب تعالوا مع بعض نشوف فيديو لهم كمان ونرجع لكم تاني انت بتقول انه الحجاب فرد أو يعني طبعا هيزعله بس في ولا واحد أو اتنين من الفقهاء المحترمين تقولوا ان الاحتشام اللي فرد وليس الحجاب وأنا أظن على فكرة رأي كثير من علماء العظهر أنه ليس هذا بحرام وإنما هو نوع من اللمع النقاب هو لم يقول أن النقاب فرد سهر اعتبرت دعوة شاذة ولا أساس لها في الإسلام وانضمت إليه أصوات عدة رافض للفكرة لكونها تناقش إحدى فرائد الإسلام وإن ذو الحملة لطالما تشدقوا بثكرة الحريات الشخصية وفصل الدين عن الحياة الاعتيادية هذه المشكلة التانية اللي بتقابلنا دايما في هذه الجزئيات إن إحنا بنقابل أقوام هم من أجهل الناس بدين الله سبحانه وتعالى ويتكلم بمثل هذا الكلام ده في يوم من أيام كان وزير ويطلع يقول يقول لك أسلي كثير من علماء الأزهر قال إنه فيش حاجة اسمها حجاب كثير من علماء الأزهر ولما جينا نقول له كثير من علماء الأزهر جزى الله خيرا القائمين على الأزهر في هذا الوقت إنه ردوا على هذا الإنسان وما يقولين إنه ليقول إنه كثير من علماء الأزهر بيقول هذا الكلام هذه دعوة شاذة لم يتكلم بها أحد اللي يقولي الكلام ده ده كان مش صحيح لأن الأزهر بيرى فرضية ووجوب لبس المرأة للحجاب يرى وجوب ذلك أنا قعدت في الأزهر ست سنين ابتدائي وتلاتة أعداد يأدي تسعة وأربعة سنوي إحنا خدت السنوي أربعة سنوات أولى وتانية وتالتة وربعة سنوي أدي تلتاشر سنة وأربعة جمعة أدي سبعتاشر سنة سبعتاشر سنة جوه الأزهر ما تعلمت إلا أن الحجاب فرض فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى طيب نوضح لسيادة الوزير اللي كان بيقول كثير من العلماء الأزهر ونوضح لأتنين من العلمانيين الكبار في مصر علي الأسواني واللي كان معاه اللي هو بيقول أن في علماء كتير قالوا أن الحجاب لا نقول له طب عايز تتكلم في مدرسة الأحناف مدرسة الأحناف وهنرجع طبعا الأدلة تاني بس تعليقا على الفيديو ده الإمام التحطاوي رحمة الله عليه في حاشيته على مراق الفلاح بيقول ومنع الشابة من كشف الوجه لخوف الفتنة وقال في المنطقة صاحب المنطقة وتمنع الشابة من كشف وجهة لألا يؤدي ذلك إلى الفتنة وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد بل فرض لغلبة الفساد فإذا كان في زمانهم في زمانهم كان فرض لغلبة الفساد أم مال في زماننا نقول إيه شيخ محمد علاء الدين الإمام أحد أئمة الأحناف كان يقول وجميع بدن الحرة عورة إلا الوجه والكفين فليس بعورة إلا إذا أدى إلى فتنة فإنها تمنع من كشف الوجه بين رجال منع للفتنة ويقول ابن عبدين في حاشية الشهيرة المعنى وتمنع من الكشف لخوف أن يرى رجال وجهها فتقع الفتنة فتقع الفتنة لأنهم مع الكشف قد يقع النظر إليه بشهوة يبقى نحمي البنت ونحمي الرجل أن يكون فيه حجاب موجود والأستاذ يقول لك العلماء بيقولوا كتير من العلماء المحترمين بيقولوا أن فيش حاجة اسمها حجاب لا ما فيش حاجة اسمها كثير من العلماء قالوا كده العلماء كلهم على وجوب حجاب المرأة المسلمة على وجوب حجاب المرأة المسلمة بلاش الأحناف بلاش مدرسة الأحناف نقود مدرسة المالكية يقول الزرقاني رحمة الله عليه معلقا على قول السيدة أسماء كنا نخمر فاطمة بنت المنزل أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات لأنه نكون محرمات وحد من رجالي عدي نخمر وجوهنا ونحن مع أسماء بنت أبا بكر الصديق قال الزرقاني معلقا على هذا أي فلا تنكره علينا لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجيهها بقصد الستر عن أعين الناس بقصد أنها تستتر عن أعين الناس وقال ابن المنذر رحمة الله عليه وأجمعوا أجمع العلماء على أن المرأة تلبس المخيطة كله وأن لها أن تغطي رأسها وتسطر شعرها إلا وجهها فتزدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال تستتر به عن نظر الرجال وقال ابن العربي الإمام المالكي والمرأة كلها عورة فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة كالشهادة عليها أو نحو ذلك أو نحو ذلك وقال القرطبي إن المرأة إذا كانت جميلة وخيفة من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك فعليها ستر ذلك بلاش دول بلاش المالكية طب الشافعية اللي مصر تدين بالمذهب الشافعي يقول النووي رحمه الله يقول النووي رحمه الله وعورة الحرة غير والمرأة عورة غير الوجه والكفين المرأة تستر نفسها عدى الوجه والكفين ثم يقول بعد ذلك إن ده عورة المرأة في الصلاة يقول الشرواني رحمة الله عليه من آئمة الشافعية قال إن المرأة لها ثلاث عورات عورة في الصلاة وعورة بالنسبة للرجال الأجانب وعورة مع المحارم أما عورة الصلاة كل بدنها ما سوى الوجه والكفين عورتها في الصلاة كل المرأة عورة عدى الوجه والكفين وأما عورة المرأة أمام الرجال الأجانب قال فجميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد من المذهب على المعتمد من المذهب قال وعورتها أمام المحارم كعورة الرجل إيه ثاني إيه ثاني المطلوب المطلوب يقول الخطيب الشربيني أحد علماء الشفعية وإذا أرادت المرأة ستر وجهها عن الناس أرخط عليه ما يسطره بنحو ثوب متجاف عنه ونحو ذلك دوهية محرمة أما الحنبلة فطبعا كما تعلمون الأمام أحمد قال كل شيء منها عورة كل شيء منها عورة طيب كل ده نعمل في إيه يعني الكلام ده كله كلام الفقهاء نودي الكلام الفقهاء دول فين واحد زي ده يطلع لك كل العلماء كثير من العلماء طيب أنت قرأت إيه أستاذ كتاب إيه قرأت كتاب إيه اللي فيه كثير العلماء ما يقولكش طيب حضرتك معك دليل على الكلام اللي أنت بتقوله ما يجاوبكش هو بيرمي الكلمة وخلاص بيرمي الكلمة وخلاص وأرجو أن احنا نركز شوية أرجو أن احنا نرجع تاني نقرأ ونفهم لأن الحرب البشعة الآن من العلمين عن نصر فوق خيال أي إنسان فوق خيال أي إنسان ولكن بإذن الله أسأل الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسن وصفات العلا أن يعيننا على أن نكون لهؤلاء بالمرصد أسأله أن يعيننا على أن نكون لهؤلاء بالمرصد ده أقوال الفقهاء في المذاهب الأربعة أما المفسرين بقى فاللي قالوا بوجوب الحجاب طوال أنا أذكر بعض الأسماء الرازي البيضاوي النسفي الزمخشاري القرطبي القاسمي البقاعي الألوسي الجصاص الصاوي وابن أبوكر بن العربي وابن جزي وشيخ السعدي وشيخ الشنقيطي وشيخ الحسنين محمد مخلوف وابو الأعلى المودود كل دول أنا بقى أسيب أقوال الفقهاء وأسيب أقوال المفسرين عشان أقوال الأقوام جهل أصلا بأصول الدين والله العظيم لو سألت الواحد منهم إيه فروض الصلاة وإيه سنن الصلاة وفرقل بين الفرائد وسنن والله لا يعرف والله لو قلت له إيه الأذكار اللي يتقال في السجود عدى سبحانه ربي الأعلى والله لا يعرف وبعد كده يطلع الأستاذ يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى تعالوا مع بعض نشوف فيديو جديد ونرجع لكو تاني في زمن الإخوان ستصر على دعوتك المرأة المسلمة لارتداء الزي الشرعي عند خروجها إلى العمل كما قلت قبل الثورة على قناة اقرأ الإسلامية ولقبت حينها بالشيخ أبو حامد أنا قلت أنه المرأة ما فيش أي شيء يمنعها من أنها تشارك في المجتمع نعم وإني دي نتكلم معها عن الحشمة ما هو الزي الشرعي؟ الحشمة ما هو الزي الشرعي؟ الحشمة الحشمة دي أمر يختلف باختلاف حتى المجتمع الحشمة في الصعيد يعني الحجاب ضمن زي الشرعي ضمن الحشمة؟ لا ليس الحجاب الحشمة هي تغطية ماذا من جسد المرأة؟ تغطية ما يؤذي المجتمع اللي هي بتنتمي فيه وما يصير أو يؤذيها هي نفسها بعدنا عم نحكي بعنوين مش عنوين أنا بقول لك سميلي سميلي هل ورد في القرآن الكريم كلمة أو عبارة الزي الشرعي؟ لا 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 لم ترد اللي ورد واليدنين عليهن من جلابي بهن ورد جمل في القطار لكن كلمة الزي الشرعي دي ما وردتش ده ده المصطلح اللي بتقال في كتب الفقه أول حاجة طبعا القفز على كل المعطيات الشرعية أريد أن أسأله الأسماء التي ذكرها في أول جلسة الشيخ محمد متول الشعراوي الشيخ شلتوت ومشايخ الأزهر ماذا يقولون في فرضية الحجاب؟ طيب رقم واحد هو كان بيسأل على رأي العلماء الشعراوي ومشابه الحجاب وفرضية الحجاب لما بيتكلم أي علم من دول بيتكلم في إطار أنها مسألة ظنية وبيعرض إزاي اختلفوا هل الأمر الشعر بس ولا الشعر والوجه ولا كذا وأظن أن التلاتة مستقرين على تغطية الشعر على ما أظن يعني هو ممكن على ما أظن آه بس مجرد أن الموضوع انتقل لدائرة الظنية عندي أنا وفي فهمي الوجوب أو القول بالوجوب فيه يضعف إلى أكثر درجة عندي أنا الفرائد لا يختلف فيه عايز بس في البداية قبل المعلق على الفيديو ونكمل بقى الأدلة عشان نرد على هؤلاء عايز بس أأكد على معنى مهم لاحظتوا حاجة في كل الفيديوهات أنا بعرضها لكم كل الفيديوهات اللي أنا بعرضها لكم المذيع ده اللي هو مش مسلم موجود في كل الفيديوهات ولحظوا دايما أنه دايما بيتكلم مع الناس على مسألة الحجاب وكل حد يصدفه يركز على الحجاب علشان لما يصدف مثلا عشرين تلاتين واحدة وكل يقول مفيش حجاب يبقى خلاص عمل هزة عند الناس مين اللي بيحركت دايرة ياريت بس أنتوني خليفة دا ياريت نحط دايرة كده لماذا هذا الإنسان النصراني في كل لحظة من لحظات كل بدنا يجمع رابو يأكد على مسألة الحجاب لما استضف في يوم من الأيام واحدة مخرجة فالله تلبس الحجاب قالتوا ربنا ما يكتبوا علي هو نفس المذيع مع إقبال بركة هو نفس المذيع مع محمد أبو حمد هو نفس المذيع فدي ما تعدش علينا الأمر الثاني سألوا الله سبحانه وتعالى الثبات على دينه محمد أبو حمد اللي كان في يوم واحد حاصل على إجازة في القراءات العشر كيف انتكس وكيف ضيع دينه بهذه الصورة ما تعدوش عليها دي وبخاصة لما جاء يقرأ الآية ومقرأش الآية صح ده في يوم من الأيام كان في مسجد الحصر بيحفظ قرآن ده كان في يوم من الأيام في مسجد الحصر بيعلم الناس القراءات ده كان في يوم من الأيام اسمه الشيخ محمد أبو حمد ودلوقتي الشيخ حافظ القرآن اللي معه إجازة في القراءات العشر مش عارف يقرأ آية الحجاب سألوا الله سبحانه وتعالى الثبات سألوا الله سبحانه وتعالى الثبات ولما أحرجوه برأي مشاخ لما قالوا له إيه هو الحجاب عمالي روح يمين وشمال وفوق وتحت الحشمة وميء زهاش والمجتمع والناس يا عم قولي في حجاب ولا فيش حجاب في الآخر قال لا هي مسألة ظنية وأنا مش أرى عدم الحجاب سألوا الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه نقول للمحمد أبو حمد الدليل رقم 19 عن أبي محيريز مولى أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال خطب الناس معاوية بن أبي سفيان بحمص فذكر في خطبته أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم سبعة أشياء النبي حرم سبع حاجات وإني أبلغكم ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوح وعن التبرج وعن الذهب والحرير الذهب الحرير عن الرجال وأما النساء فأمئل والتبرج لما النبي يحرم شيء يبقى بيأمر بعكسه لما حرم النبي التبرج يبقى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب الدليل رقم 19 عند نسائي من حديث إذن سعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره عشر خصال النبي كان بيكره عشر خصال ومن بينها والتبرج بالزينة في غير محلها الزينة تتزين المرأة كما تشاء قدام أبوها قدام أخوها قدام زوجها تتزين كما شاء مع صحبتها في البيت إنما تتزين بالزينة في غير محلها بقت كارثة لذا قال الصيوط والتبرج بالزينة شرح هذا الحديث أي إظهارها للناس الأجانب وهو المذموم أما للزوج فلا وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في غير محلها قد الدليل رقم تسعتاشر أو عشرين معانا النبي كان بيكره ده النبي كان بيكره ده وليك أسلم مسألة ظنية بعد تسعتاشر دليل واضح وصريح تقولي المسألة ظنية طيب تعالوا مع بعض هنشوف فيديو سريع كده للأستاذة إقبال بركة وهي بتقول لنا ما فيش مشكلة إن البنت تلبس ما تلبسش حجاب أسلهوا من اللمم ياريت الشباب كده يعرضوا لنا الفيديو التاني لإقبال بركة ملديف لأ يعني خطأ لا يجب أن تكوني فخورة عند مشاهدة صبية متحجبة لا فخورة لا اطلاقة لا اطلاقة أنا أفتخر بالمرأة التي تمتني العصرها التي تعطي صورة ذهنية عصرية للمرأة المسلمة إذا كانت محجبة ومتميز لاحظتوا معي توني خليفة برضو توني خليفة برضو واخدين بالنا الحجاب برضو علشان نعرف بقى الناس دي مشي ازاي علشان نعرف ان المذيع اللي بيطلع طالع ليه وبيختار ازاي علشان نعرف العلمانيين اللي بيطلعوا يتكلموا بيتكلموا ازاي وبيتطلعوا مين وبيصدروا مين النهاردة الأستاذ الأقبال بركة بتقول أسلهو شوفوا التناقض كالعادة عملين يتخبطوا أسلهو ما فيهش عقوبة على الحجاب ترك الحجاب يعني لأنه من اللمم طب هو اللمم دي صغيرة الصغيرة دي عليها ذنب يعني غلط وترجع تقول آه هو الخطأ هو خطأ ترك الحجاب خطأ طب هو خطأ إزاي ما يكونش عليه عقوبة خطأ إزاي ما يكونش خطأ ولمم غلط ولمم وزنب قاش فيه عقوبة إزاي إحنا ما نفهمش هو ده يعني التبجح الشديد منهم التجرؤ على دين ربنا عز وجل منهم إذا كان لمم يعني ذنب صغير يعني صغير مش كبير إذا كان صغير فإذا صغير جنب صغير جنب صغير يود في دهية النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل محقرات الذنب كمثل أقوام نزلوا في سحراء فأرادوا أن ينضجوا لحمهم فأخذ يأتي هذا بعود عود صغير وهذا بعود وهذا بعود وهذا بعود العود ده ما ينضجش لحم لو اللعنة في العود ده ما يسويش لحمة ولكن لما كل واحد يجيب عود ويتحط كل الأعواض جنب بعضها تنضج اللحم قال صلى الله عليه وسلم وذلك مثل المحقرات اللي هي اللمم متى يأخذ بها صاحبها تهلكه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إن الشيطان قد يائس أن يعبد في الأرض ولكن رضي منكم بما تحقرون ده على فرض أنه هو من الأشياء الصغيرة اللمم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا عائشة إياك ومحقرات الذنب فإن لها من الله طالبة لما النبي يقول لنا كل الكلام ده خدوا بالكم من المحقرات أحد السلف كان بيقول مثل المحقرات ومثل الذنوب الكبيرة الذنوب الصغيرة والكبيرة كمثل رجل قابل أسدا فقاتله فغلب يعني واحد لا أسد ضخم كده فقاتله لحد ما أتله وأما الصغير ده مثل الكبيرة وأما الصغيرة فمثلها كمثل رجل في طريق خرج عليه عشرون كلبا حاجات صغيرة كده كنت النتيجة خلاص الله يرحمه بقى الله يرحمه فده على فرض أن الحجاب من اللمم من الصغائر وبعدين حضرتك خليك في مجالك ما تتكلمش في الدين لأن إذا تكلمت في الدين هتتكلم بجهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي حكم على التبرج هو اللي حكم على التبرج وقال صغيرة ولا كبيرة النبي لما تكلم تكلم على التبرج على كونه كبيرة من الكبائر النبي قال لنا أن التبرج كبيرة من الكبائر كما ثبت من حديث أميمة بن طرقيقة رضي الله عنها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعه على الإسلام جاي بتبيع النبي على الإسلام طبعا من غير مصفحة فبعا فقالت فقال صلى الله عليه وسلم بصوا بقى بصوا أبيعك على ألا تشرك بالله شيئا كبيرا من أعظم الكبائر ولا تسرقي مصيبة ولا تزني كرثة ولا تقتل ولدك مصيبة ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى ولا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى هاختم بس بحكتنا على هذا الحديث حاجة الأولانية إن النبي وضع التبرج وسط الكوارث اللي إحنا سمعناها دي الشرك والزنة والقتل والسرقة فهو كبيرا الأمر الثاني النبي قال إن التبرج لو كشف الشعر تعريط الجسد ده من أمر الجاهلية ربنا قال لنا كده ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى والنبي قال هنا ولا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى فاللي عايز في ظل الإسلام يجب لنا شعائل الجاهلية اللي هي التبرج يحطها جوال الإسلام فده بنسميه عندنا مبتغي سنة الجاهلية في الإسلام إلا عايز جميلة سنة الجاهلية يحطها لنا في الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبغض الناس إلى الله ثلاثة أبغض واحد عند ربنا عز وجل أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم واحد والعياذ بالله دخل الحرم عشان يقتل الناس ويستبح دماء الناس ملحد في الحرم ومبتغن لسنة الجاهلية في الإسلام ده واحد من أبغض الناس عند ربنا سبحانه وتعالى عشان كان نقول هؤلاء يريدون أن يعيدوا سنة الجاهلية في الإسلام ولكن إن شاء الله نسبة التسعين في المئة اللي كان بيقول عليها إبراهيم عيسى إن التسعين في المئة من مصر محجبات بإذن الله ترقى تعالى لن نزال مستمرين في دعوتنا إن شاء الله حتى نصل إلى هدف عظيم كلنا نرجو ونتمنى إن وصل كلها بإذن الله تلبس الحجاب نساء مصر كلهم بإذن الله يرتدينا الحجاب طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملن وإياكم لنصر الدين والدفاع عن هذا الدين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجعل كل إنسان مما يكيد لهذا الدين أسأل الله أن يجعل كيده في نحر وأن يجعل تدبيره تدميره وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزلزل الأرض من تحت قدمي وأن يضبق الصقف من فوق رأسه إنه على كل شيء قدير وصلى الله بنا محمد وعلى آله وصحبه رحمة الله رحمة الله